أنا خدتي حكتي كلها كل حقوق الشرعية خدتها من حسن وإني الحمد لله أنا طلعت شخص كويس وهو كمان شخص كويس ورب المحترم أنا خدتي حكتي كلها كل حقوق الشرعية خدتها من حسن وإني الحمد لله أنا طلعت شخص كويس وهو كمان شخص كويس ورب المحترم وكل اللي حصل ده كان سوقت فيهم بسبب تدخل أكتر من طرف وأي حد سرته جاد في الموضوع سواء من أهلي أو من أهله أمامتي أو بابايا أو أمامتي وربنا ديها الصحة طبعا فحقكم على رأسي أنا شايزة منه حاجة أنا عايزة هدومي وحكتي اللي عنده وخلاص مش عايزة حاجة تاني وكده كده أنا رفعت قضية التلاطة بس اتمكننا بعد كده التمكين خد دراسة أمنية قاعدنا شهر كل ده ليه عشان ياخد هدومي وحكتي تمام رحت مبارح وأنا بتمكن النصف ساعة وأهله جم أنا كنت الواحدي كان بابايا بس اللي دخلني ووقف برا يعني أول ما حبي يخش رحصا ترادد تمام فأنا قلت بالله خلاص يبا احنا كده كده ممشي الدني احنا مش عايزين كده كده بمشاكل أنا جاي أخد الحاجة وغنش وللأسف البنت قد ترقى الفي خارج اللي بعثتلي قبل يوم الخطوبة في واحدة بعثتلي مصدج وحذرتني وقد ترقى الفي خارج والله أنا أسفل أنا أسفل أنا ما سمعتش كلامك بس أنا عمري ما كنت أتخيل أن في شخص في كل العيود في كل الحاجات اللي أحشدني الباكد الباكد بس الباكد المصرية عندها شرف وكرامة ولازم نحترمها ولغاية آخر لحظة لازم نحترم الست المصرية زي ما بنحترمهم هم برضو لازم يحترمونا الراجل برضو عنده عنده شرف وعنده كرامة وانتو عارفين الراجل اللي بقى عنده شرف وعنده كرامة مش هيطلع يتكلم وأنا طلعت تكلمت يا جماعة علشان أنا خلاص يعني كفاية كده كفاية كده ولازم يا جماعة لازم تسمعوا لما تسمع حد ويجي يتكلم في موضوع لازم برضو تسمعه من الطرفين واللي أنا كنت عايزة تكلم فيه واللي أنا كنت عايزة تكلم فيه ومناعت ومناعت برامج مصر كلها مناعت برامج مصر كلها كانت عايزة نطلع أتكلم ومرضتش هتكلم في عرضي وهتكلم على إنسانة كانت في يوم من الأيام كانت مراتي يستحيل ده ولا تربيتي ولا بيئتي ولا أسلوبي إن خلاص وصل المرحلة إن نتكلم في شرف الراجل بقى زي ما انتم بتتكلمه في شرف الست والكلام ده الراجل المصري برضو عنده كرامة وعنده شرف فيستحيل الكلام اللي الواحد تسمعه حده يا جماعة يعني ده ما يردش ربنا ده ما يردش ربنا لو أنتم شايفين إن دوت يرد ربنا إن الراجل برضو زي ما الستة المصرية ليه حقه الراجل المصري برضو ليه حقه وأنا يا جماعة اللي أنا حسن شاكونش كتدوز 55 يوم وماتكلمش ولغاية دلوقتي م طلعش تتكلم مطلعتش تتكلم يا جماعة لإنتي كانت مراتي في يوم من الأيام وبعدين اللي أنا كنت عايز أتكلم فيه طلبها طلع تلع تتكلم فيه اللي أنا كنت عايز اتكلم فيه وها عيد فيه وهزيد فيه طلبها تلع يتكلم فيه فأنا هطلع أتكلم في إيه؟ نتشكرين يا جماعة وربنا خليكم إيه ويا ريك يا جماعة محدش يسمع أي حاجة من حد غير من إيه الطرف إيه؟